اشتركوا في القناة اشتغلها وبيكون شكلها عامل ازاي بحيث ان انا احصل على الجاكت او البلوفر في النهاية عاوز بس اقولكم لو مهتمين تتابعوا كل الحلقات اللي هي الخاصة بالجاكت والبلوفر وكل الفانيات اللي هنقولها فيها كل اللي عليكم بس تشتركوا في القناة وتتابعوا الفيديوهات اللي بنحملها من خلال انكم تضغطوا على الجرس بعد الاشتراك علشان يجيلك اشعار بالفيديوهات اول ما تتحمل وكمان لما هتدخل على القناة هتلاقي الحلقات تشغيل خاصة بالجاكت والبلوفر والبلوزة تقدري تشوفي الحلقات دي بترتبها ورا بعضها بعد ما نستكملها في القناة دلوقتي هنتكلم عن المقاسات اللي بنحتاجها وهنوضح طريقتين احصل بيهم على المقاسات والطريقتين دول اول طريقة اما ان انا باخد المقاس مباشرة من على الشخص او باخدوا من خلال بلوزة او اميس بنفس المقاس وابنراي في الحالة دي ان المقاس او الحاجة المتفصلة اللي انا هاخد منها المقاس دي ما تكونش فيها خامة فيها مطاطية يعني او تكون فيها لكرة عالية زي البضيهات لان مش هتديني مقاس مظبوط للمقاسات اللي انا محتاجاها علشان اشتغل عليها فيفضل ان المقاس بتاعي يكون قماش او تريكو بس مهوش يعني مقاسه مظبوط يعني ما يكونش ديق بحيث اخد المقاسات من عليه بطريقة مظبوطة طيب قبل ما نبدأ نتكلم عن المقاسات ونشرح الطريقتين بتوع المقاسات عايزة اتكلم عن شكل القطع اللي بنحتاج نعملها علشان اكون البلوفر او الجاكت او البلوزة هنلاقي عندنا قطعة الامام وقطعة الخلف وقطعتين للاكمام و بتكون دي اشكالهم زي ما هي واضحة كده في الصورة عندي كمان الامام ممكن يكون مفتوح وفي الحالة دي هيكون عندي بيكون قطعتين لاني بركب مثلا زراير او بعمل سستة في النص فبنعمل الامام عبارة عن قطعتين وبيكونوا متمثلين طبعا في المقاس وبيكونوا بقى مراية البعض يعني الحردة الكوم لو على اليمين في ناحية هتبقى على الشمال في الناحية التانية جزء الامام عندي قد يختلف في شكل حردة الرقبة على حسب طبعا الموديل والتصميم اللي انا عايزة انفزه حردة الرقبة قد تكون مستطيلة او مربعة او دائرية او شكل سبعة ممكن تبقى مزبوطة على قد الرقبة ممكن تبقى واسعة وكل اشكال حردات الرقبة دي هنتناولها بالشرح في الحلقات الجاية اللي هتكون في نفس قيمة التشغيل هنشوف دلوقتي المقاسات بقى ازاي بناخدها بالطريقتين اللي قلتلكم عليهم هنشوفهم عملي دلوقتي وبعد كده هنرجع للصورة دي نشوف عليها كل مقاس من اللي قلناها ازاي بنطبقه وازاي بنبدأ نستخدمه علشان اطلع القطع دي وبعد كده ابدأ ان انا اجمعها علشان اعمل البلوفر او الجاكت وانهيه وشطبه تماما المقاسات اللي احنا هنحتاجها هي دوران السدر ودوران الارداف وطول البلوزة او الجاكت وكمان طول الكم ودوران الاسورة اول مقاسة عندي اللي هو دوران السدر وبنبدأ ناخده بالشكل دوت بنخط المزورة من تحت الدراع مفروض لغاية ما تعدي كده على اعلى ارتفاع للسدر ودايما احنا بناخد المقاسات نبقى سايبين صبعين جوه مع المزورة بحيث ان المقاس عندي يكون مرتاح ما يبقاش مجدود بيكون دوت كده المقاس بتاع دوران السدر وباخد طبعا من القراية من على المزورة وبعد كده بقسمها على الاتنين دوران الارداف بقى بييجي في المنطقة اللي تحت دي وبنيجي ناخده على اعلى ارتفاع في البطن واعلى ارتفاع في جزء الارداف يعني من الامام ومن الخلف وبناخده بالشكل دوت برضو بحيث ان انا اعرف المقاس بتاعه وبخلي المزورة تعدي على اعلى ارتفاع المقاس التالت اللي احنا قلناه اللي هو طول البلوزة وانا باخده من عند نهاية الرقبة وبداية الكتف من عند النقطة دي كده هبدأ ااخد المقاس بالشكل دوت وبخلي المزورة تعدي من على اعلى ارتفاع للسدر يعني ما اخدوش بالشكل ده لأ انا باخده كده وبنزل لغاية طول البلوزة لو انا هاخد طول البلوزة كده لو انا هطول بنفضل نقيس لغاية الطول اللي انا عايزاه للحاجة اللي انا هشتغلها مقاس الكم عشان اخده ببدأ اقيس من عند بداية العطمة هنا كده ويفضل ان الايد تكون متنية بالشكل دوت وبنبدأ نقيس بالشكل ده لغاية الطول الكم اللي انا عاوزاه وباخد المقاس من على المزورة دوران الاسورة بنبدأ نجيب المزورة ونبدأ برضو نلفها على الكم بالشكل دوت الطريقة التانية بقى اللي بنعرف بيها المقاسات وهي من خلال بلوزة او بلوفر عندي وانا هاخد هرفع المقاسات من عليه فاول مقاس اللي هو بنحدد بيه عرض البلوزة اللي انا هبدأ اشتغل به دوت بناخده على اللبس بالشكل ده بنيجي عند نهاية حردة الكم من هنا كده وهبدأ ان انا اخد المقاس بالشكل ده والمقاس اللي هيطلع لي دوت هو اللي هبدأ اعمل به بداية القطعة بتاعة الامام هتكون بنفس المقاس مش هحتاج طبعا بقى ان انا اقسم على الاثنين علشان عندي انا باخد المقاس بتاع الامام بس وطبعا في الخلف هيبقى زي المقاس التاني اللي احنا هنحتاجه اللي هو طول البلوزة وطبعا ده انا باخده هنا برضو من عند نهاية حردة الرقبة كده وببدأ احط المزورة بالشكل ده وايس لغاية الطول البلوزة اللي انا عاوزة اعمله ولو انا هطول عليه بزود شوية في الطول بالنسبة لطول الكم بناخده برضو من على البلوزة هنا كده بنبدأ نحط المزورة عند مكان الخياطة عند بداية الكم من فوق كده بالشكل دوت وهقيس طول الكم لغاية الاخر تمام دوت كده طول الكم اللي عندي دوران الاسورة انا هقيسه ممكن هقيسه طبعا عند النهاية هنا بالشكل ده وطبعا انا لما اقيسه هنا لازم اضربه في اتنين لان انا بعمل الكم قطعة واحدة كأنها مفروضة زي ما وضحت الكم في الرسم التوضيح نرجع تاني بقى للقطع اللي احنا قلنا عليها في الاول عشان اكون الجاكت او البلوفر او البلوزة ونشوف المقاسات اللي احنا خدناها دلوقتي نقدر ازاي نستخدمها ونكون بيها القطع اللي قدامنا دي اول مقاس احنا قلناها اللي هو دوران السدر والمقاس التاني كان دوران الارداف والمقاسين دولت انا بختار واحد منهم بس هو اللي ببدأ اشتغل به وطبعا ببدأ اشتغل به قطعة الامام وقطعة الخلف ودوران السدر او دوران الارداف بنبدأ به المسافة اللي هي بداية البلوزة من تحت هنا كده زي ما انا بشاور وكمان في الخلف بيكون نفس المسافة يعني لو انا واخد دوران السدر كامل انا بقسمه على الاتنين وابدأ نصه في الامام ونصه بيكون في الخلف لكن امتى بشتغل على دوران السدر وامتى بشتغل على دوران الارداف بشتغل على دوران السدر يعني باخد مقاس دوران السدر وابدأ اشتغل به قطعة الامام والخلف في حالة لو انا شغالة لمقاسات اطفال لغاية تقريبا 12 سنة فانا باخد عندهم دوران السدر لان ما بيكونش لسه المقاسات دي بدأت يعني يبقى فيها فروق غير طبعا المقاسات الحارين ففي حالة الاطفال بناخد مقاس دوران السدر وبنبدأ نشتغل عليه قطعة الامام والخلف طيب كمان باخد دوران السدر في حالة لو انا هعمل حاجة مجسمة يعني لو انا هعمل بلوزة ومقاسها مظبوط فبنبدأ ناخد دوران السدر وبنبدأ نشتغل به لان انا عايز الحاجة هتبقى يعني مسكة على قد على قد الجسم فببدأ اشتغل بدوران السدر علشان كمان تبقى مظبوطة لما نيجي نطلع لغاية الحرادات طيب امتى بقى اشتغل على دوران الارداف بنشتغل في حالة لو انا عايزة اعمل اللبسة او البلوزة او الجاكت اللي انا هعمله يكون نازل بوسع فببدأ ااخد دوران الارداف لانه طبعا بيكون اكبر اكبر دوران في الجسم فببدأ ااخده واشتغل عليه وبطلع به لغاية لما بوصل للحرادات وفي الحالة دي بيكون اللبسة عندي واسع ولو تشوفوا الصورة اللي احنا كنا عرضناها في الاول لو انا هعمل مثلا بلوزة بالشكل دوت ونازل عندي بالوسع دوت فبنبدأ ناخد دوران الارداف ونبدأ نشتغل عليه ده طبعا في حالة لو انا عايزة اعمل حاجة مقاسها واسع ومرتاح مش عايزاها مجسمة او دي طيب امتى كمان بشتغل بدوران الارداف طبعا في حالة لو انا بعمل لمقاس كبير يعني عندي مقاس دوران الارداف دوت الفرق بينه وبين دوران السدر بيكون مسافة كبيرة يعني لو قلنا مثال مثلا ان دوران السدر مية ودوران الارداف مثلا مية وعشرين او مية وثلاتين ففي مسافة كبيرة بينهم ففي الحالة ديت انا ببقى عايزة حتى لو هعمل حاجة مقاسها مظبوط ببقى محتاجة ان انا اشتغل على مقاس دوران الارداف علشان البلوزة او الجاكت اللي انا هعمله يطلع مقاسه مظبوط عند منطقة الجنب تمام طيب في عندي حاجة اخيرة بحتاج فيها مقاس دوران السدر ودوران الارداف لو انا عندي مقاس دوران الارداف كبير زي ما قلت من شوية بس انا عايزة اعمل الحاجة مجسمة او مظبوطة على الجسم فببدأ ان انا اشتغل في البداية هنا على مقاس نص دوران الارداف في الامام وفي الخلف وبعد ما بوصل عند منطقة الوسط كده تقريبا او نص المسافة لغاية قبل الحردة نص المسافة ديت بنبدأ من هنا كده نعمل تناقص في العرض بتاع الشغل بتاعي علشان اوصل للمسافة دي تكون بنص دوران السدر ودي طبعا حالات بتبقى قليلة قوي وبنستخدمها بس في المقاسات الكبيرة وفي المقاسات يعني اللي عندهم دوران الارداف بيكون حجمه كبير اوي المقاس التاني بقى اللي احنا بنحتاجه وهنشوف تطبيقه في قطعة برضو الامام والخلف اللي هو طول الجاكت او طول البلوزة اللي هو الطول كامل اللي احنا خدناه من عند بداية الكتف كده لغاية طول البلوزة سواء انا هعمل بلوزة او هعمل تونيك او جاكت طويل اين كان الطول فده المسافة ديت اللي انا خدتها وإستها سواء على البلوزة او على المانيكان هي دي المسافة اللي انا ببدأ اشتغل عدد من السطور لغاية لما السطور دي طولها يكون مساوي لمسافة طول الجاكت او البلوزة المقاسات بقى الخاصة بالاكمام اللي احنا خدناها اللي هو طول الكامل اول حاجة طبعا انا بشتغل عدد من السطور مفروض طول السطور ديت بيساوي طول الكامل اللي احنا اثناه ودوران الاسورة المقاس اللي احنا خدناه بتاع دوران الاسورة بنبدأ بي عدد من السلاسل او الاعمدة وبنعمل بيها العرض ده مفروض يساوي دوران الاسورة وطبعا في حلقة شرح الاكمام ازاي بعملها وازاي بعمل التناقص والتزايد فيها هنوضح بالتفصيل ازاي باستخدم الطول دوت في اني اعمل التزايد واني اعمل بعد كده الجزء الاوبة بتاعة الكم ديت فهيكون في الحلقة بتاعة الكم شرح تفصيلي لكل خطوة من خطوات الكم اخر حاجة بقى لو انا شغالة على جزء مفتوح زي دوت لو انا هعمل جاكت وهعمل لي مرد من الزراير فانا ببدأ اشتغل الخلف بنص دوران السدر او الارداف على حسب طبعا ما انا هحدد ساعتها في الموديل وفي الحجم اللي عندي اه ولو هاجي اعمل الامام مفتوح فبنبدأ نص دوران الارداف اللي احنا اشتغلنا عليه او نص دوران السدر ببدأ اقسمه هو كمان على الاتنين بحيس يبقى ربع الدوران اه نعمل بيه جزء الامام ده والربع التاني بنعمل بيه الجزء التاني لان في الحالة دي الامام بيكون مفتوح فبيكون مقسوم بالنص بالزبط دي كده كانت توزيعة المقاسات اللي احنا خدناها من شوية وعرفنا الطريقتين اللي بناخد بيهم المقاسات وعرفنا كل مقاس بنحطه فين في القطع اللي احنا بنكونها او بنشتغلها لغاية لما اعمل الجاكت او البلوزة او البلوفر اه في الحلقات الجاية هنشوف بالتفصيل ازاي بعمل الحردات وازاي بعمل المقاسات بتاعتها وازاي كل حردة بيبقالها مقاس وليها طريقة معينة في عملها وبعد كده هنشوف طريقة عمل الاكمام بالتفصيل ومقاساتها وازاي بعمل التزايد والتناقص كمان في الحلقة الجاية هنبدأ نشوف ازاي ببدأ اشتغل الجاكت او البلوزة او البلوفر وايه الفرق بين البدايات فيهم وهنشرح كمان بالتفصيل الكود اللي بيكون في البلوفر وبيكون عند الاكمام يعني زي ما انا كنت هنا موضحة في الصورة دية دايما اي بلوفر بيبقى عند الاكمام وعند آآ بدايته من تحت كده بنلاقي آآ زي كود كده بيبقى بغرزة مختلفة هنوضح ليه اكتر من طريقة في الحلقة الجاية فتابعوها على القناة واشتركوا على القناة اعملوا سبسكرايب او اشتراك علشان يوصلوكم الفيديو اول ما نحمله وتابعوا معايا كل الحلقات اللي هنوضحها الخاصة بعمل الجاكت والبلوزة والبلوفر وطبعا آآ مش الجاكت والبلوزة والبلوفر بس لا اي حاجة ليها جزء امامي وخلفي واكمام يعني لو بعمل تونك او فيست او آآ او بالتو اي حاجة من دي بنتبع فيها نفس الخطوات اللي احنا آآ هنشرحها في الحلقات الجاية فتابعوها معنا وكمان تقدروا تتواصلوا معايا على صفحة الفيس اللي هي باسم كروشيهاتي وتتواصلوا كمان معايا على حساب الانستجرام هتلاقوا الروابط دي كلها تحت الفيديو في صندوق الوصف واشوفكو في الحلقة الجاية وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة